السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيك شباب معكم خب الرحمن وموضوع فيديو النهاردة على الانترنت او هاشتاج انترنت غير محدود في مصر اللي تصدر تويتر وفيسبوك وكل منشب احده بدأ يتكلم عنه وطبعا جسم الى الشقين جزء معارض وجزء مؤيد للفكرة ومبدئا انا ولا معارض ولا معيد ولكن هجوه الرأي بكل صراحة انت كيوتيوبر او كيام بتصالي من نت مش نفسك ربما فيه نت بلا حدود او يعني مثلا مفيش باقة اللي انت شهدت مقرد في الشهر ان في دول بره او دول خليج او دول امريكا اللي هي بياخدوا النت برخص الطراب ويتساعة تحميل مفتوحة طب في واحد ازاك هيقول لك البنية بالتحتية بتاعتك مش مساعدة كويس انت سألت السؤال ده وانا هرد عليك طب اداما البنية بتاعتي مش مساعدة ليه بيعمل لسرعة عالية وباقة تخلص بسرعة ويدفع فلوس كتيرة طب البنية بتاعتي مش مساعدة محدد ليه انت مسلا للباقة سرعة تلاتين والتحميل مية وخمسين جيجا مية وخمسين جيجا بدفعها لأ طب خليها خمسين كل شهر جلل المبلغ اللي انا بدفع مش هدفع ربما خمسين جنيه تكلت شحيات في الشهر ويارد بتكفي اوضا ان في امريكا او في الخليج بياخدوا سرعة من ستاشر الى اربع خمسين وبدفع ستاشر دولار وبتحميل مفتوح في التالبيني بتاعتي مش بساعدة انا مش مشكلتي بادفع بفلوس سواء بتفرج عن فليكس او باستهلك اللي انا عايزه بس انا كمستخدم بحط فلوسي باقود الاستخدام بتاعي واحس بالقيمة اللي انا باستخدمها يعني مثلا ما الشاشة انتهت مقررات وفراخة مش لها سنتمت من نت ده انقرار الانتنت غير محدود في مصر يريد التطبق او لسه بتفكروا التطبقه خلاص جلل الدفع عشان ترضينا انت معدفعش مية وخمسين سرعة تلاتين تحميل متجيجا وباقود مش بكام عشر تيام عوضا المية وخمسين دي ممكن لو انا مقيم في دول خليج او دول برا مصر المية وخمسين دي اشتري باقود مفتوحة واستمت من انت انت اشاهد نتفلكس يعني انا باشاهد نتفلكس او اي فيم بجابدة فولتش دي باقود بخايف عالباق هتخلاص مني اشتركوا في القناة